تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 110 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 94 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط نحو 16 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 645 قضية من بينها 192 قضية خبز ناقص الوزن و198 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية فتم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت ما يقرب من 146 طن أقماح محلية